اكدت سعادة الدكتورة الشيخ رانة بن تعيسى الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكوادر البحرينية أولوية وطنية ومرتكز أساسي لتحقيق التطلعات الوطنية من خلال سقل مهاراتهم وتدريبهم وتطويرهم بما يترجم رؤى جلالة الملك المعظم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد الإدارة العامة الدفعة الثانية من برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية مواصلة لإطلاق المبادرات الهادفة لتأهيل وإعداد الشباب البحريني وصقل مهاراتهم جاء إطلاق معهد الإدارة العامة الدفعة الثانية من برنامج إعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية ليؤكد على تنمية قدرات الشباب وتطويرها بما يتناسب مع الوظائف المستقبلية الدكتور الشيخ رنة بنت عيسى الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أكدت خلال لقائها مع المشاركين في البرنامج بحضور سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين أن المعهد وبالتعاون مع السفارة البريطانية سيمكن المشاركين مكتساب المهارات اللازمة لتسريع تطويرهم المهني وتعزيز تنافسيتهم محليا ودوليا من الجميل أن نكون هنا في معهد الإدارة العامة ورأينا أن هنا شابتين تم ابتعاثهما بدعم من تمكين للتدريب في الشركة الرائدة مكلر لمدة عام بالمملكة المتحدة وإنها فرصة مميزة أن يحظى بها هؤلاء الشباب محل الإدارة العامة بتعاون مع السفارة البريطانية يسعى بتوفير الفرص لهؤلاء الشباب وتعزيز قدراتهم ونتمنى من كل الشباب الموجود في البلد أن يقتنص هذه الفرص الموجودة ويهدف البرنامج إلى ترسيخ نهج الإبتكار والإبداع إلى جانب كسب المشاركين به فن ومهارات التعامل مع مختلف الشخصيات في المهام الرسمية وفق البروتوكول وطبيعة العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة أول شي حب أشكر شركة ممتلكات ومكلارن أنهم أعطوني الفرصة أني أدار بسنة هناك هذه التجربة ستعزز مهاراتي وتنمي مهاراتي خاصة في المجال الهندسي لأنني أنا خريجة هندسة صناعية وهذا يكون نوع من تعزيز مهاراتي الهندسية بإذن الله سأستفيد من هذا البرنامج أني سأقدر نمي مهاراتي وأرجع للبحرين وأقدر أعطي للبحرين أكثر إن شاء الله من خلال هذا البرنامج قدرنا نتعلم أكثر عن تاريخ البحرين العلاقات بين البحرين وبريطانيا ومن خلالها قدرنا نعرف إحنا شونا نكون سفراء للبحرين ويسعى البرنامج بشكل رئيس إلى تأهيل وإعداد المشاركين من خلال مجموعة من المحاور التي ستسهم في تعزيز القيم الوطنية والهوية البحرينية أمام المجتمع الدولي والدفع بهم نحو مستويات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لتطوير الشباب البحريني جاء هذا البرنامج ليكون داعما ومساندا لهم في صغل مهاراتهم وتيسير دراستهم في الخارج من خلال العديد من البرامج حتى يكونوا جزءا من عملية التنمية الشاملة في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعبم أيده الله طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر